السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رجا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا برنامج معالج النصوص وورد تنسيق الأشكال تغيير الشكل كتابة نص داخل الشكل في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية كتابة نص داخل الأشكال في برنامج معالج النصوص Word أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يكتب الطالب والطالبة نصا داخل الشكل المدرج في برنامج معالج النصوص ثانيا أن يغير الطالب والطالبة حجم الخط للنص المكتوب داخل الشكل المدرج ثالثا أن يغير الطالب والطالبة لون الخط للنص المكتوب داخل الشكل المدرج رابعا أن يغير الطالب والطالبة نوع الخط للنص المكتوب داخل الشكل المدرج أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة هيا تذكروا معي في دروسنا السابقة تكلمنا وتعلمنا عن إدراج الأشكال باستخدام أي برنامج انظروا لشكل أيقونته لونها كما السماء وكما البحر إذن لونها أزرق أحسنتم ما اسم هذا البرنامج؟ بداخله حرف W باللون الأبيض أحسنتم برنامج مايكروسوفت وورد مايكروسوفت وورد واختصاره وورد تعلمنا كيف نقوم بإدراج الأشكال هيا نتذكر كما نرى هنا لدينا هذه الجملة غيمة زرقاء قمنا بإدراج أيضا صورة للغيمة ولوناها باللون الأزرق فغيمتنا زرقاء كيف استطعنا إدراج صورة الغيمة؟ هيا نتذكر خطوة بخطوة قلنا من خلال أداة إدراج في شريط الأدوات ننقر عليها بعد ذلك ننقر على أداة أشكال فتظهر لنا مجموعة كثيرة من الأشكال نختار الشكل الذي نريد نريد غيمة نختار غيمة نريد مثلث نختار مثلث إذن نختار الشكل الذي نريده بعد ذلك بعد أن نختار من هذه القائمة يظهر لدينا هذا الشكل ونستطيع أن نتحكم بهذا الشكل الذي قمنا بإدراجه وتعلمنا كيف نتحكم به إذن هيا نقوم بالتطبيق العملي ونقوم بإدراج غيمة أو نقوم بإدراج أشكال متعددة قلنا بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد تظهر لنا هذه الصفحة البيضاء من خلال أداة إدراج في شريط الأدوات في الأعلى أختار أشكال تظهر لمجموعة من الأشكال أختار شكل مستطيل مربع مثلث غيمة أستطيع أن أختار الشكل الذي أريد سأختار الآن شكل المستطيل أبدأ بواسطة الفأرة برسم شكل المستطيل كما ترون ظهر لدي هذا المستطيل الكبير نتعلم إدراج أشكال متعددة بواسطة أداة إدراج ثم أشكال تدربوا على ذلك عدة مرات أعزاء الطلاب حتى تستطيعوا إتقانها وأدرجوا كثير من الأشكال بعد ذلك أيضاً قمنا بتلوين الشكل الذي أدرجناه قمنا بتلوينه بألوان متعددة بواسطة أي برنامج Microsoft Word أحسنتم فلوننا الغيمة باللون الأزرق نستطيع تلوينها باللون الرمادي وألوان كثيرة تعلمنا ذلك في دروسنا السابقة أيضاً كيف تعلمنا كيف قمنا بتلوين الغيمة بألوان متعددة وتغيير لون الأشكال الذي قمنا بإدراجه قلنا باستخدام الفأرة ننقر على منتصف الشكل فتظهر لنا هذه النقاط البيضاء النقاط أو الدوائر الصغيرة البيضاء حينها نعلم أن الشكل قد حدد فتظهر لنا هذه الأداء تنسيق الشكل من خلال هذه الأداء أختار تعبئة الشكل على شكل دلو حينها أختار اللون الذي أريده أحمر أخضر أزرق فيطبق اللون الذي اخترته على الصورة التي أدرجتها صورة الغيمة أو صورة المستطيل أو المثلث أو الدوائر هيا نتذكر أيضاً عملياً تذكروا معي أعزائي الطلاب والطالبات خطوة بخطوة حتى تستطيعوا إتقانها لدينا أولاً هذا الشكل كما ترون شكل المستطيل غير محدد كيف عرفنا أنه غير محدد؟ لا يوجد أي نقاط أو دوائر بيضاء حول الشكل كيف أحدده؟ أقف بواسطة الفأرة بمنتصف هذا الشكل نقرأ واحدة انظروا ماذا سيحدث ولاحظوا لكلمة تنسيق الشكل لا توجد هنا عبارة تنسيق أو أداة تنسيق الشكل حينما أنقر كما نرى حدد الشكل ظهرت هذه الدوائر البيضاء وظهرت أحسنتم أداة تنسيق الشكل عندما تظهر أداة تنسيق الشكل أنقر عليها فتظهر أداة تعبئة الشكل تعبئة الشكل صورة الدلو أنقروا عليها تظهر لديكم ألوان كثيرة اختاروا اللون الذي تريدون أخضر أزرق أصفر أحمر اختاروا أعزاء الطلاب والطالبات اللون الذي تريدون وقوموا بالتدرب على ذلك أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها أيضا تعلمنا كيف نكتب داخل الشكل بواسطة أي برنامج رائع مايكروسوفت وورد إذن أدرجنا الشكل لوننا الشكل وكتبنا داخل الشكل هيا نرى هذا الشكل كما ترون أي شكل أدرجت مثلث أم مستطيل أحسنتم مستطيل بأي لون لونت هذا المستطيل رائع باللون الأخضر وكتبت داخله جملة جميلة هيا نقرأها أحب وطني المملكة العربية السعودية كتبنا داخل هذا الشكل الذي أدرجناه إذن تعلمنا كيف نكتب داخل الشكل أيضا تعلمنا كيف نغير حجم ولون ما كتبناه داخل الشكل تعلمنا كما ترون هنا لدينا كلمة المهارات الرقمية باللون الأحمر وكلمة المهارات الرقمية باللون الأزرق تعلمنا كيف نستطيع تلوين العبارات وكيف نستطيع أن نجعل حجمها كبير وأن نجعل حجم الخط الذي رسمناه أو الذي كتبناه صغير حيا نتذكر ذلك عمليا لدينا هذا المستطيل الأحمر كيف نستطيع الكتابة؟ بالنقر نقرتين أو نقرة مزدوجة أي نقرتين متتاليتين بواسطة الفأرة كما ترون تظهر مؤشر الكتابة حينها نستطيع الكتابة كما نرى هنا سأجعل الخط كبير حتى تستطيع رؤيته كما نرى بهذا الشكل سوف أجعل الخط أكبر نستطيع كتابة حرف الخاء مثلا أو الرقم خمسة كيف نستطيع أن نجعل الخط كبير بواسطة؟ أول خطوة نقوم بتحديد ما كتبناه كما نرى هنا حددنا ما كتبناه سأجعل اللون أبيض حتى يظهر لدينا التحديد كيف عرفنا أنه قد حدد؟ لأن الحروف والكلمات التي كتبناها ضللت باللون الرمادي بعد ذلك أنتقل إلى الشريط الرئيسي وأختار كما نرى هنا أختار حجم الخط أجعل الخط كبير لاحظوا كلما جعلت كلما نقرت على حرف الأي كما نرى هنا لدينا هنا حرف الأي الكبير وحرف الأي الصغير إذا نقرت على حرف الأي الكبير نلاحظ الحروف والكلمات تكبر وإذا نقرنا على حرف الأي الصغير نلاحظ أن الحروف والكلمات تظهر كما ترون هنا حرف الخاء وحرف الهاء المربوضة أيضا تعلمنا كيف نستطيع تغيير هذا اللون من خلال حرف الأي الذي عندما نقف بأسفل هذا الحرف نرى عبارة لون الخط عندما ننقر على لون الخط تظهر لدينا ألوان كثيرة نستطيع اختيار اللون الذي نريد أزرق أحمر أخضر إذن نستطيع اختيار الألوان التي نريدها تعلمنا ذلك في دروسنا السابقة بعد أن قمنا بالتطبيق العملي ماذا سنتعلم اليوم سوف نتعلم تغيير نوع الخط النصوص التي كتبناها داخل الشكل كما نرى في الشكل الأول لدينا كلمة المهارات الرقمية بخط أريل بينما نفس الكلمة المهارات الرقمية بخط الأندلسي والخط الأندلسي كيف استطعنا ذلك؟ أيضا نستطيع تغيير نوع الخط الذي كتبناه هيا نرى ذلك عمليا بجهاز الحاسب الذي لدينا كما نرى هنا لدينا سوف نكتب كلمة محمد كتبنا كلمة محمد أول شيء يجب علينا أن نحدد الشكل قمنا بتحديد الشكل كما ترون حدد باللون الرمادي بعد ذلك من خلال الشريط الرئيسي أنقر على لاحظوا الخط الخط أنقر على السهم الصغير فتظهر لي مجموعة من الخطوط لاحظوا كيف يتغير شكل كلمة محمد أو نوع الخط في كلمة محمد كلما غيرت نوع الخط كلما انتقلت إلى نوع آخر قوموا بالتدرب على ذلك عمليا أعزاء الطلاب والطالبات أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها بعد أن تدربنا على ذلك ماذا لدينا الآن؟ لدينا نشاط صغير النشاط رقم 5 ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة يمكن تغيير لون الشكل بعد تحديده باستخدام الفأرة هل قمنا بتغيير لون الشكل؟ لون المستطيل أخضر أحمر؟ نعم هذه العبارة صحيحة نضع علامة صح حدود الشكل تأتي بلون واحد لا يمكن تغييره تعلمنا في دروسنا السابقة كيف نغير لون حدود الشكل إذن هذه العبارة خاطئة بل نستطيع تغيير لون حدود الشكل نضع علامة خطأ الآن لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته